15 عاماً والدولة اللبنانية لم تعترض يوماً على عقد سوناتراك المسجلة في جزر الملاذي الضاربي التي تشتري الفيول من مصادر متعددة وتبيعه للبنان عبر شركة ZR Energy أو عبر شركة البستنة ولكن في عامي 2018 و2019 أرسلت وزارة الطاقة إلى إدارة المناقصات ملفاً يتعلق بتلزيم مناقصتين عموميتين لشراء كمية من مادتي الغاز والفيول أويل فجاء رد إدارة المناقصات بأن دفتر الشروط هو على قياس مؤسسة البترول الكويتية وشركة سوناتراك وأن هذا الأمر يحد من المنافسة يلي نحكى أنه في شيء اسمه مناقصة فيول إجت على إدارة المناقصات وإدارة المناقصات ردتها لعدم توفر الاعتماد أمر غير صحيح إطلاقاً الواقع هو التالي بـ 29.10.2018 ردت إدارة المناقصات إلى الوزارة المعنية دفتر شروط كان ورد إلى إدارة المناقصات لطلب إبداء الرأي إدارة المناقصات استعانت بخبير من الاتحار الأوروبي ودرست دفتر الشروط وبينت الشوائب الموجودة فيه لناحية خلق احتكارات والحد من المنافسة بـ 18.11.2019 ورد دفتر الشروط من الوزارة المعنية بصيغة يتجاهل نهائياً الملاحظات التي تتعلق بالإحتكارات والشروط التعجيزية والخلل في التوازن المالي للعقد لذلك أعادت إدارة المناقصات دفتر الشروط إلى الوزارة المعنية لإجراء المقتضى لكن الوزارة لم تعد وترسل دفتر الشروط مجدداً هذه المستندات التي حصلت عليها الجديد تؤكد إصرار الدولة اللبنانية على فوز سوناتراك بمناقصة أو بدونها وبالتالي لم يبصر دفتر الشروط غير التعجيزية النور ولا تزال سوناتراك في السوق اللبنانية منذ عام 2005 حين وقع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش ومدير الشركة الحكومية الجزائرية سوناتراك اتفاقاً لاستيراد مادتي الغاز والفيول أويل مدة ثلاث سنين هذا ما خرج يوم ذاك إلى الإعلام ولكن بعد فضيحة الفيول المخشوش تبين أن العقد موقع بين مؤسسة النفط سوناتراك بيفي آي المسجلة في جزر العذراء البريطانية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية واللافت في متن الاتفاق تعهد الفريقين بالحفاظ على خصوصيته وسريته وأن لا ينشر هذا العقد ولا أي جزء منه أي فريق منهما وأن يتجدد تلقائياً كل ثلاث سنين ليالبو موسى قناة الجديد